أمر الصناعي الثاني المصري سوف يكون خطوة جديدة وقوية في تطوير البحث العلمي بصفة عامة وفي تطوير الزراعة أيضا له دور كبير في العديد من الاستخدامات للأمر الصناعي المصري خصوصا بما له من إمكانية أنه يحدد مساحات الصور اللي احنا بنتطلبها في المناطق الزراعية المختلفة هيفدنا كتير في عمليات استصلاح الأراضي وتحديد الأماكن الأنسب لاستصلاح الأراضي الأراضي المستوية ذات الخاص جيدة كل دي هتكون من مخرجات الأمر الصناعي أيضا المساحات اللي تم زراعتها من مناطق الاستصلاح ومتابعة جدية عمليات الاستصلاح في الأراضي المختلفة هتكون واحدة من النتائج الجيدة اللي ممكن أن تحصل عليها أيضا عمليات البناء على الأرض الزراعية والمباني اللي ممكن أنها تطلع فيه المناطق المفروضة أنها مخصصة للزراعة متابعتها هتكون دقيقة عن طريق الأمر الصناعي الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والمراكز بتساعد كتير في تحدثها وبالتالي إظهار الفرق في المساحة بين ما كانت عليه الحالة قبل وبعد الصورة وده بيساعد كتير في عملية السيطرة على البناء على الأرض الزراعية من الناحية تانية الأقمار الصناعية ممكن أنها تساعدني في حساب المساحات المزروعة من المحاصيل المختلفة وبالتالي كمية الناتج المحصولي المتوقع وبالتالي يساعدني على تنظيم عملية التشويق واستعادة القيمة بالنسبة للمحاصيل الزراعية بالإضافة إلى ذلك الأمر الصناعي ممكن يساعدني في تحديد المقننات المائية والحاجة للري بالنسبة للمحاصيل المختلفة في المناطق المختلفة ويقدر يحدد لي أيضاً إنعكاسات ذلك على التسميد والحاجة للتسميد بالنسبة للمحاصيل المختلفة في الأوقات المختلفة وده يساعد الإرشاد الزراعي في أنه ينطلق فيه طفرة جديدة بناء على المعلومات قواعد البيانات اللي بنقدر نبنيها بناء على ما نستخرجه من صور الأقمار الصناعية تبقى نقلة كبيرة في قطاع الاقتصاد الزراعي في مصر وتساعد كثيراً في وضع السياسات الواقعية المبنية على أسس علمية دقيقة ده بيخلق كوادر مصرية جيدة قادرة على التعامل مع علوم الفضاء وقادرة على التعامل مع المعطيات الجديدة في هذا المجال وده كانت حاجة بنفتقدها في الماضي وأعتقد أن هذه ستكون نقطة الارتكاز الأساسية في بناء وكادة الفضاء المصرية التي تقدر أنها تدفع بعلوم الفضاء في مصر إلى أفاق التنمية وأفاق البحوث العلمية الجيدة التعاون بين وزارة الزراعة وهيئة للسشعار فيه بروتوكول للتعاون موقع بين الوزارة وبين الهيئة وفيه عديد من المشروعات جرت بين مركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة وبين هيئة للسشعار أيضا فيه عديد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الزراعة والهيئة والكلام ده من سنوات من سنة 2006 وهذا البروتوكول موقع والتعاون قائم وأعتقد أن الأمر الصناعي الثاني سيكون له دور كبير في تطوير التعاون بين الوزارة وهيئة القومية للسشعار المنبوعة ترجمة نانسي قنقر